المجلس الأعلى المرأة نجاح تملورت مفرداتها في تعزيز دول المرأة في التنمية وتحقيقها للعديد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية يمثل احتفال مملكة البحرين بذكرى مرور 21 عاما على صدور الأمر الملكي السامي بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة وطنية مهمة لتصديد جانب من الضوء على الجهود النوعية المباركة التي بذلتها وتبذلها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل ترجمة الرؤية الملكية السديدة في مجال دعم المرأة البحرينية وتفعيل طاقاتها وزيادة مساهماتها في نهضة مجتمعها ورفض مسيرة الازدهار والتنمية في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم فقد خصصت صاحبة السمو الملكي الجانب الأكبر من وقتها واهتمامها وجهودها من أجل نهوض المرأة البحرينية ووقفت سموها خلف الكثير من المبادرات النوعية الهادفة إلى دعم المرأة وإعلاء شأنها ودمجها في مسار التنمية الوطنية وذلك من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة والتي جرى اعتمادها من قبل صاحب الجلالة الملك المعظم كأول خطة من نوعها يجرى اعتمادها من قبل رأس الدولة في المنطقة العربية وباتت هذه الخطة منهاجا لعمل المجلس الأعلى للمرأة كما وعملت سموها على إعلان برنامج هو الأول من نوعه في المنطقة العربية للتمكين السياسي للمرأة البحرينية وذلك في عام 2006 بهدف دعم وتمكين المرأة البحرينية من خلال تقديم البرامج التدريبية والتحفيزية المتخصصة والاستشارات النوعية لدعم مشاركتها في الشأن العام وتهيئتها للدخول في المجال السياسي من خلال القلوات الدستورية التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وفي العام 2008 أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة من تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مبادرة يوم المرأة البحرينية والتي باتت مناسبة وطنية تحتفل بها مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بشعارها الرئيسي قرأت تعلمت شاركت للاحتفاء بالشراكة الوطنية للمرأة البحرينية في بناء الوطن وتشجيعا من سموها للوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية أطلقت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية والتي حققت نجاحات متزايدة خلال دوراتها السابقة والتي جرى تنفيذها حتى الآن وانتقلت تجربة مملكة البحرين للعالمية مع إطلاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مملكة البحرين جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة في يونيو من العام 2016 بالتعاون مع المجتمع الدولي للإسهام في بيان ما يتحقق ميدانيا من تقدم مستدام لضمان التنافسية وعدالة المشاركة بين الجنسين ولتعميم أفضل المنهجيات والممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي ولإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة جرى إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج الحكومة برئاسة سموها وعملت اللجنة على تبني نموذج وطني للتوازن بين الجنسين تضمن إجراءات وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية وأصدار تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين إلى جانب مرصد وطني متخصص في هذا البجال وفي مبادرة كريمة من سموها لرعاية وتشجيع رائدة الأعمال البحرينية الشابة وإبراز الطاقات والكفاءات الشابة المتميزة في مجال ريادة الأعمال تم إطلاق مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة وتمنح نظير المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني والجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتميز في النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع كما قدمت سموها العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديا للمرأة البحرينية بهدف خفض نسبة العاطلات عن العمل وجذب وتمكين المرأة لإدارة الأعمال الخاصة والسعي لزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني إضافة إلى تأسيس مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ريادات وهو أول حاضنة اقتصادية مخصصة للمرأة في الوطن العربي وفي الإطار ذاته أسهمت جهود سموها في تأسيس محفظة مالية بالتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل تمكين وبنك الإبداع بقيمة مليوني دينار لتمكين المرأة البحرينية اقتصاديا في المشاريع متناهية الصغر كما باركت سموها إطلاق محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وتمكين وتبلو قيمتها 100 مليون دولار أمريكي وعلى صعيد دعم الأسرة البحرينية حرست صاحبة السمو الملكي على تطوير البرامج الوطنية الموجهة للاستقرار الأسري للمرأة البحرينية بهدف تحقيق الأمن والأمان لأفراد الأسرة الواحدة مما ساهم ذلك في تطوير الكثير من الخدمات الموجهة للمرأة البحرينية وتهتم سموها بتوسيع مظلة استفادة المرأة البحرينية من الخدمات الإسكانية كجزء من برنامج متكامل يتيح لها مستوى يرفع من جودة حياتها كما تتابع صاحبة السمو الملكي وبشكل دقيق أعمال وبرامج الجمعيات النسائية المتعددة في المملكة وتسعى من خلال مؤسسة المجلس الأعلى المرأة لإيجاد السبل للتعاون المشترك مع هذه المؤسسات المدنية على صعيدي العمل النسائي والأسري هذا وقد تم منح سموها العديد من الجوائز والأوسمة نظير دورها الفاعل في مجالات العمل النسائي ومنها قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية نظير ما تبذله سموها من جهود لاستدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها التنموية ولتبنيها ورعايتها للمشاريع والبرامج النوعية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة كما وتولي سموها اهتماما بالغا بدور الشباب من الجنسين في رسم السياسات المستقبلية وإعدادهم الإعداد الصحيح كقادة للعمل النسائي في المستقبل وتمثل ذلك في إنشاء أول لجنة للشباب تابعة لمجلس نوعي مختص بشؤون المرأة وهو المجلس الأعلى للمرأة وعلى الصعيد العربي والدولي تحرص صاحبة السمو الملكي على المشاركة في المؤتمرات المتخصصة ومتابعة أعمال المنظمات ذات الصلة بالعمل النسائي كما حظي تمثيل سموها لمملكة البحرين جنبا إلى جنب ما قادت العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة عقد الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين والمعنية بالطفل في عام 2002 باهتمام دولي وعربي واسع عكس المكانة المتقدمة للمرأة والطفل في مملكة البحرين كما تشارك سموها في أعمال لجنة وضع المرأة وتحرص على دعم نشاطاتها من خلال مشاركة مملكة البحرين السنوية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين